يرفعون العلم الوطني فوق هذا العمود الكهربائي تعبيرا منهم عن الروح الوطنية لكن شمعة المازوط هاته تعبر بوضوح عن النكسة والنكبة التي يعيشها هؤلاء الناس هنا في قرية تاغوزة في عمقري في بلدية يوم الطوب هكذا تشوف أخويا السكان احنا ما نقضوش نراحلوا لبلادنا بلادنا ما نقضوش نجدوش تانا ما نقضوش نشخلوا عليها نداتي عنا موجهة باتوبها نورمال والله الاخ الكريم باتوبها نورمال وعائلة كل دراري صغار احنا شغل حنا كبار والصغار كيف هاه راني نعاني وراني والله راني كيما نقضوش نفوق اللازم ورئيس الجمهورية شكل امال امنا تقدلوا المنطقة المنطقة هذه ماس شافتك نوالو والله نعتني ليه طريق ليه تريسيتي الميشة شوف تشوف الرئيسة هذه الميشة البادة وشش كيف ماشح الكائنا كاينو عند الفانسان كيلو متر الطريق ماكا دو ماكا الميشة هاي ذاك ليسون سيال ما تشوف بعيني من الصباح صندوق احنا كيماكا منذ نحو خمسة عشر عاما مدت السلطات خطوط اعمدة الكهرباء ولكنها من دون كوابل ومن دون تيار بينما الطريق الى القرية ظلت مجرد وعود عايشة من الحيوان هنا عايشة من الحيوان كنا خطوة زرباء هذه ما عنا بينا عيشو تريسيتي هذا مكان هذه هي يعني ما زال الشيخ عايشين كيمة بكري خلاص؟ عايشين كيمة جددي بكري بس عايب كلش هنا الظروف ما خلتناش حكتشوف الطريق ما عندناش مطالب الشعب الكهرباء ما عندناش القرايف هم موجودين الحمد لله يشاهدوا واشهد عليهم هم موجودين وحنا نعيشو ناس في اللحين في اللحين الانسان كل واحد وقدروا وسمعنا كلمة من رئيس الجمهورية في خطاب قال الناس اللي يستكنوا في الدوار ناس في اللحين لازمني نعاونهم انطقاء طورية بمعنى الكلمة اهنا سقط الشاهد بوجريو اهنا كانت مركز للمجاهدين وصلنا للوقت اللي باش نطلبوا حق نبرك في الطريق وفي الضو والضو يا اخي كيف هالقرايف ووقفين والضو ما كانش صحيح ان العشرات من ابناء القرية هجروا بسبب الظروف القاسية ولكن الكثيرين منهم لا زال هنا وبعضهم يرغبون في العودة لان خبزهم وقوتهم من هنا تربية الماشية وخدمة الارض